شابتر 2 بيكلم عن الالاستيستي او المرونة بتاعة المواد فاحنا عايزين ندرس الالاستيك بروبرتيز بتاعة السولد يعني ايه الالاستيك بروبرتيز بتاعة السولد يعني عايز اشوف التشوه اللي بيحصل في الوبشيك سواء تغير في الشيب او في الحكم او الاتنين لما هابلاي اكسترنال فورسز زي ايه لو احنا بصينا على القضيب اللي قدامنا ده وجيت شديته بالفورس اللي على اليمين والفورس اللي على الشمال فلو احنا اعتبرناه معناها ان هيحصل تشوه او دي فورميشن في الوبشيك هيحصله وحيزيد في الضول وبالتالي فيه تشوه حصل في الشيب او في السايز دي بنسميها الالاستيك بروبرتيز اوف بسولد عشان ادرس الالاستيك بعمل حجم اللي دوله افرد واثر عليه بفورس واحدة ناحياتي واحدة ناحياتي اللي اتنين ادبعا اوفزت ان دايركشن او بثبته من ناحية وبشد من الناحية دي وده بيبقى اكويفلنت للفورسز اللي احنا بنقول عليها كاللي بشد من الناحية دي هو ده اللي احنا عايزين ندرسه في الشابتر بتاع الالاستيك طيب عشان ندرس الكلام ده هندرسه على اربع نوع اول حاجة هندرس الالاستيستي ان لان اللي هي المرونة الطولية يعني انا بشوف التغير او الديفورميشن اللي بيحصل باتجاه واحد فقط يعني زي المثال اللي قدامنا ده هوا ان احنا يبقى عندنا رد والرد ده اثر عليه باكسرنل فورس حاجة تانية هشوف الالاستيستي في الحجم ودي بنسميها الفوليوم الاستيستي او المرونة الحجمية وساعات جمان بنسميها البالك الالاستيستي الحاجة التالتة اللي انا عايزة ادرسها في الشابتر دو الشير الالاستيستي اللي هي مرونة القص ودي اختلافها عن الحالتين الواحد واثنين ان الفورس ما ببباش عمودية على المساحة وانما ممسية للمسجح طيب نبتدي نشوف جزء جزء من المواضيع اللي احنا عايزين ندرسها في الشابتر دو اول حاجة المرونة الطولية او الالاستيستي ان لانث او الالاستيستي اول واحد ابتدى يدرس موضوع المرونة كان هوك وعمل ما يسمى بقانون هوك بس هوك عمل ايه؟ عمل قانون خاص بالفورس بعد كده دراستنا على الالاستيستي هتشمل السترس وليس الفورس وهنشوف يعني ايه الفرق بين السترس وبين الفورس طيب فعالوا نشوف دلوقتي لو احنا جبنا راد في الراد اللي قدامنا ده هو وجينا ثبتناه من اعلى وجينا شدناه او اثرنا عليه بفورس اللي هي F فايه اللي هيحصل في الراد ده هو؟ اول حاجة هتنشأ قوة داخلية تحاول انها تمنعه من التمدد اللي هي F internal و F internal اتفقنا ان التثبيت يكافئ بالنسبالي كاني بشده من الناحية ديه فحتنشأ جوه الراد كوة داخلية كوة داخلية دي تمنعه من التمدد ولكن هيتمدد بمقدار delta x ده اللي هو التشينج اللي هيحصل فيه اللانس x node ده ال initial length بتاع الراد يبق لو جينا ندرس الفورس الداخلية hook اثبت ان هي بتتناسب مع delta x يعني كل ما ال elongation او الزيادة في الطول كانت اكتر كل ما قوة داخلية كانت اكتر يبقى F بتتناسب مع delta x يبقى F بتساوي constant في delta x هذا السابت سماه K اللي هو hooks constant او ثابت hook وبعدين حطينا في القانون negative negative معناها انها restoring force restoring force يعني هي force اللي هي internal هي عكس delta x انت بتحاول تزود طول القضيب والفورس الانترنر بتحاول تقلله وبالتالي حطينا negative sign عشان نقول ان الفورس في عكس اتجاه ال elongation او في عكس اتجاه التغير في اللانس ده كان اول دراسة او اول حد يتطرق لموضوع الاستيستي وتحط قانون hook او hook slow ده قانون hook وده نفس القانون اللي احنا بنستخدمه في السبرينج اللي هو الزومبروك او السوستة لما بنيجي نغير نشد السوستة بفورس معينة بتزيد بمقدار delta x ودلتا x دي هي لما نضربها في الكاتد دينا الفورس بتاعة السبرينج دي كانت اول طريقة لدراسة الاستيستي بس جم بعد كتاهات قالوا ايه؟ بدلا من التعامل مع الفورس الاحسن ان احنا نتعامل مع الفورس بريونت ايه؟ وجينا عرفنا ما يسمى بالسترس يبه بدلا من التعامل مع الفورس هنتعامل مع السترس او الاجهاد وبدلا من التعامل مع دلتا x اللي هو التغير الحادث في الثول هنتعامل ما يسمى بالسترين او الانفعال فهنعرف حاجة ايه؟ هنعرف الإجهات والإجهات هو عبارة عن force per unit area يعني القوة لكل وحدة مساحة هنرمز للسترس بالرمز T وحيمثل بالنسبة للforce المؤثرة اللي هي applied force مقسومة على المساحة اللي بتأثر عليه فلو جاء رجعنا للرسمة الصادقة اللي انا كنا بنقش فيها قانون هوك انا هأثر بالforce F على مساحة اللي هي المساحة العمودية اللي هي لو الرد ده مساحة مقطعه دايرة هتبقى مساحة الدايرة دي يبقى السترس أو الإجهات هو عبارة عن force acting per unit area يعني قوة المؤثرة لكل وحدة مساحة الرمز بتاعه T capital والقانون بتاعنا force على area واضح انه هو newton per meter square هو عبارة عن unit بتاعت الفورس مقسومة على unit بتاعت الـ طب لما انا اؤثر على الـ object اللي قدامي بforce per unit area او بسترس حيحصل ايه؟ حيحصل تشوه او deformation في الشكل اللي هو ممثل بالنسبة لي في زيادة الضول delta x بدلا من انا اتكلم على زيادة الضول هتكلم على حاجة اسمها strain strain اللي انفعال رمزنا للانفعال بالرمز epsilon اللي هو الـ e اللي قدامنا دي هاي الـ e باللتيني ده الانفعال وعرفنا الانفعال اللي هو التغير النسبي في الأبعاد it is the relative change in dimensions of the object under stress يعني هو ده التغير النسبي في الأبعاد اللي بيحصل للـ object اللي عادي طالما تغير نسبي relative change تغير نسبي يبقى no units ما عندوش وحدات ويصبح اللي انفعال في هاي الحالة اللي انفعاله الطولي هو delta x على x no التغير اللي حصل سطول القضيب delta x أقسمه على الـ x node اللي هو الـ initial length of the rod يديني اللي انفعال الطولي الحادث في القضي يبقى لما نيجي ندرس الـ elasticity in length بدلا من التعامل مع force حنتعامل مع stress وبدلا من التعامل مع delta x حنتعامل مع strain يبقى strain هو عبارة عن تغير نسبي في الأبعاد يبقى delta x على x no وده طبعا هو measure degree of deformation اللي حصلت في الـ object يعني ده بيقسلي حجم التشوه الحادث في الـ object اللي عندي يبقى الـ object 2 forces أو التسبيت ده هو يمثل بالنسبة لي لـ force الثاني أو بدلا من التعامل مع force هتعامل مع stress اللي هو الـ head اللي هو force per unit l فرد فعلة للمادة أو اللي بيحدث في المادة التأثير اللي بيحدث فيها إنها بيحصل تغير في الطول delta x هذا التغير في الطول بناخده relative يعني ننسيبه للطول الأصلي بـ delta x على x node هي L strain وده الجزء اللي إحنا عاوزين ندرسه إن إحنا ندرس stress مع strain طيب دلوقتي إيه علاقة stress بالـ strain وجدوا إن عند stresses قليلة يعني لما small stresses يعني لما الإجهادات بتبقى قليلة strain بيتناسب مع stress يبقى ممكن أقول إن stress بيتناسب مع strain وممكن أشيل علامة التناسب وحط بدلها ثابت التناسب ثابت التناسب ده هنرمز له بالرمز E capital وحنسمي E capital Young's modulus ده اسمه معامل Young وساعات بنقول عليه Longitudinal Elasticity modulus اللي هو معامل المرونة الطولية يبقى بعد ما قلنا إن إحنا أثرنا على الـ object بـ stress فحدث انفعال عبينا نجيب العلاقة بين stress والـ strain فالـ stress والـ strain العلاقة بينهم خطية العلاقة الخطية دي هي أخذنا السابت بتاعها معامل Young معامل Young بنسميني Young's modulus أو معامل المرونة الطولية Longitudinal الـ لـ فلو جينا رسمنا الـ stress مع الـ strain هتطلع علاقة خطية والـ mail بتاع الخط بنساويه بـ Young's modulus نخلي بالنا إن في بعض المراجع وبعض الكتب بيرمزوا Young's modulus بـ Y capital يبقى ممكن نسميها E capital أو ممكن Y حسب المرجع اللي احنا شغالين منه ولازم نخلي بالنا كمان إن كل معاملات المرونة لازم تبقى موجبة يعني لازم تبقى post ساعات بنحب نقول إن يعني دي طريقة أخرى في التفكير نقول إيه؟ نقول إن معامل المرونة اللي هو إيه؟ هو النسبة بين الاسترس على الاسترين يعني ساعات بنبص لها بالمنظر ده ويصبح معامل المرونة هو النسبة بين الاتنين طبعا هو هو ده نفس القانون بس إحنا بنقول إن هو الاسترس على الاسترين عشان كده لما برسم العلاقة برسم الاسترس على الرأسي وبرسم الاسترين على الأفق ولازم نقول إن المعامل المرونة ده بيبقى رقم موغ تعالوا نشوف الحالتين بتوعنا إحنا عندنا ممكن القوة بقوة شد فبنسميها تنسايل فورس تنسايل يعني شد حشد فأدي القضيب مسبتينه من هنا وبشد بقوة من هنا يبقى بنسميه تنسايل سترس يبقى عبارة عن إجهاد شد بدي نتعود على الكلمات ده تنسايل فورس عمل التنسايل سترس هتسابه إزاي أقسم الفورس على المساحة فلو إحنا قلنا مساحة المقطع هتبقى مساحة دايرة يبقى المساحة بالنسبة لك هتبقى فايل أر تربيع اللي هي مساحة مقطع القضيب يبقى دي المساحة العمودية على الفورس دي طريقة حساب استرس طيب في حالة التنسايل فورس عمل التنسايل سترس وقدامه تنسايل سترين تنسايل سترين حيبقى زيادة في الطول تلتة إكسة هنا هتبقى بوزوتف لأن نتيجة الشد الطول زاد مقسومة على الطول الأصلي بتاع الرد اللي هو إكسو وما زالت العلاقة إن السترس بيساوي معامل يونج في اللي نفع طب لو جينا بصينا للحالة التانية لو الفورس بالنسبة لي كانت كومبريسيف يعني ضغط يعني قوة ضغط لو إحنا ضغطنا على القضيب بتلاقي الفورس بتضغط على الرد بتاعه في الحالة دي هي بسميه كومبريسيف سترس إجهاد ضغط وإجهاد الضغط هو الفورس على الأريا بس بحط له إشارة سالبة هنعرف لي دلوقتي هتناله إشارة سالبة الكمبريسيف سترين اللي حينطق اللي هو إنفعات ضغط هيساوي دلتا إكس على إكس نوت بس الدلتا إكس اللي هو أصلا تعرفها تغير في الطول هتطلع نيجيتف لأن الطول قل يبقى التغير في الطول هيبقى نيجيتف يطلع لي السترين بتاعي إيه؟ نيجيتف فما أجي هجيب معامل يونج اللي هو السترس على السترين هيطلع نيجيتف الكلام ده غلط لازم المعامل يونج يطلع إيه؟ بوزوتر يبقى لو أصلاً السترين بتاعك نيجيتف وإنت عايز معامل يونج بتاعك يبقى بوزوتر يبقى لازم السترس كمان يبقى نيجيتف يبقى في حالة الكمبريسيف سترس بنحط الكمبريسيف سترس بالسالب علشان خاطر الكمبريسيف سترين أصلاً بيطلع بالسالب وإحنا عاوزين معامل يونج اللي هي النسبة بين السترس والسترين تبقى موجب ممكن نشتغل كده وممكن إن إحنا نشتغل بيها كأبسولوت فاليو إزاي كأبسولوت فاليو؟ يعني لما يجي أحسب السترين أحسبه كرقم موجب وبالتالي حط السترس كرقم حنشوف الكلام ده وإحنا بنحل المسال يبقى كما نيجي نرجع للرسمة بتاعتنا الرسمة بتاعتنا اللي هي بتاعة الروت ممكن تبقى عبارة عن كومبريسيف سترس أو تبقى تنساعد سترس الرسمة هنا تنساعد يعني شد ممكن تبقى كومبريسي طيب إحنا أثرنا بفورس نسبنا منها السترس اللي هو فورس بريونة كارية وبعدين حصل تغير في الطول اسمه دلتا اكس جسمته على الاكس نوت بديتني الانفعال اللي هو استرين وقلنا العلاقة بينهم فيها تناسب بس بشارت ايه هو الشارت؟ هما بروبورشنل بس بشارت ايه هو السمول سترس يعني ده للإجهادات الأوليالة طيب أنا دلوقتي لو الإجهاد مش أولية حيبقى إيه العلاقة بينهم هو ده اللي احنا هنشوفه في ما يسمى بالسترس سترين كير عندنا السترس سترين كير اللي هو العلاقة اللي بتوربوت السترس سترين لأي مادة هناخدها المادة جانرال ونشوف الفروق بعد كده وجينا نشوف العلاقة بين السترس مع السترين زي ما قلنا في السترس الآوليالة بتبقى العلاقة خطية ببروبورشنل يعني السترس والسترين متناسبين مع بعض لحد ما بوصل للنقطة واحد النقطة واحد هي نهاية حد التناسب فبسميها بروبورشنل لمن ده نهاية حد التناسب طب بعد التناسب بيحصل إيه؟ تصبح العلاقة بين السترس والسترين علاقة غير خطية اللي هو زي ما احنا رسمينها من واحد الاثنين طيب من واحد الاثنين علاقة غير خطية وبعدين النقطة اتنين بنسميها elastic limit نهاية حد المرونة يعني ايه حد المرونة؟ يعني لما أشيل السترس ترجع الأبعاد الأصلية بتاعة الرد يعني لما أشيل الفورس الدلتا اكس دي تختفي يرجع لنفس طوله الأصل يبقى عندنا من واحد الاثنين أو من صفر الاثنين ده بنسميه elastic region elastic region اللي هو منطقة المرونة منطقة المرونة منطقة المرونة تتميز بايه؟ لو أنت شلت الإجهاد يتلاشى الانفعال ما باش فيه انفعال يعني أنا دلوقتي عندي الرد تثرت عليه بفورس فحصل إن هو change في اللانس دلتا اكس لو أنا شلت الفورس الدلتا اكس ترجع صفر تاني ونرجع لنفس طوله الأصل ده بنسميه elastic region elastic region يعني منطقة المرونة وبالتالي نقطة اتنين سميناها ال elastic limit ال elastic limit طيب من اتنين لحد تلاتة بنبتدي بقى من اتنين تلاتة أربعة خمسة ما يسمى بال بلاستيك ريجون البلاستيك ريجون اللي هي منطقة اللدونة اللدونة ما هياش مرونة يعني لما هتشيل السترس مش هترجع لنفس ال dimension ثاني يعني انت دلوقتي هتشيل السترس هتلاقي نفسك مرجعتش لنقطة الزلتا اكس بزيرو وإنما ما زال في deformation بأداء التشوه في المادة بأداء يعني لو أخدنا مثال إذن إحنا جبنا أستيك الأستيك ده هي مادة ال rubber أو المطاط وجينا هذه الأستيك بتاعنا أهو جبنا الأستيك أهو وجينا شدناه يمين وشمال هتلاقيه بيحصل إيه؟ بيستطيل معي يعني بيزيد في الطول معيك يمين وشمال يبقى الأستيك نفسه طوله هيزيد طب لو انت شيلت الفورسز الخارجية دي فيرجع الأستيك لطوله الأصلي طول ما انت بتعمل الحركة دي انت في الإيلاستيك ريشا لو شيلت الفورس الخارجية ورجع الأستيك لطول مختلف مش الطول الأصلي ده رجع لطول مختلف يبقى انت دخلت مرحلة اللدونة بقى تشوه دائم ما بقاش الإيه؟ ما بقاش هو في مرحلة مرونة بقى لدن بقى متشوه ما بيرجعش لنفس طوله الأصل فالأستيك من كتر اللي استخدام تلاقيه ما بيرجعش للديمانشنز الأصلية ده بنسميه البلاستيك ريجون فيه ثلاث نقط مهمين في البلاستيك ريجون النقطة ثلاثة بنسميها الييلدينج بوينت اللي هي حد الاستسلامه والنقطة اربعة بنسميها الالتيمت او المكسيمم سترس اللي هو اقصى اجهاد والنقطة خمسة اللي هي البريكينج او الربتشر سترس اللي هو حد الكسر واللي يميز الثلاث نقط دول عن بعض أول حاجة النقطة ثلاثة ده بنسميها الييلدينج بوينت اللي هي مرحلة الاستسلام اللي هو المادة خلاص استسلمت للديفورميشن حتى لو شيلت الفورس هتبضل في عندها تشوه او نسبة معينة من التشوه النقطة اربعة اللي هي المكسيمم سترس واضح قوي ان هي أعلى نقطة في الكئر فذي بنسميها الالتمت او المكسيمم النقطة خمسة خلاص بقى المادة انهارت وحصل بريكداون دي آخر نقطة بعدها بيحصل ايه؟ في الاستكي تقطع افضل شد 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 في الاستك لحد ما ايه هيتقطع اللي قدامنا ده بنسميه الاسترس سترين كير الاسترس سترين كير ده بيترسم لكل مادة يعني ده بيترسم اكسبريمنتلي بروح المعمل وبعمل تجربة وبرسمه لكل مادة ممكن نرسمه للمطاط ممكن نرسمه للنحاس ممكن نرسمه لأي مادة احنا عايزينها فممكن ان احنا نعمل الاختبارات على المواد بالمنظر ده حاجة التانية ان مش كل المواد بتمر بنفس النقط يعني ده بيختلف من ماتيريال 1 لماتيريال 2 يعني فيه مواد الالاستي كريجون بتاعها صغير وفيه مواد الالاستي كريجون بتاعها كبير يبقى ده كشكل عام ده شرح للسترس سترين كير انما بيختلف من مادة لاخر وبعدين اهم حاجة بقى في السترس سترين كيرف ايه عندي نقطتين مهمين اقصى النقطة الاولانية اللي بنسميها نهاية حد التناسبة اللي هي البروبورشن الليمت البروبورشن الليمت ده اخر نقطة اقدر اطبق فيها ان التي بتتناسب مع الابسلون او ان الاجهاد والانفعال متناسبين مع بعض اللي هو كنا بنقول الاجهاد بيساوي معامل يونج في الليمت فعل يبقى ده اهم نقطة عندي النقطة الاخيرة الكسر بعدها خلاص بقاش في عندي الرد اللي انا قاعد اشرح عليه يبقى زي ما قلنا السترس سترين كيرف ده شرح مبسط لي مجرد ان انا عايز اتعارف ايه اللي بيحصل للمادة ولكن بيختلف من مادة الاخرى وطريقة رؤيتي بالمادة بتاعتي طيب احنا مهتمين بايه؟ هل كمهندس لما اجي اعمل الديزاين بتاعي بهتم بالإيلاستيك ريجون ولا البلاستيك ريجون اكيد انا مهتم بالإيلاستيك يعني انا عايز اتعامل مع المادة في حالة المرونة عشان لما شيل الفورس ترجع للديمينشن سايتها الاساسية طيب اتعامل لحد النقطة واحد ولا لحد النقطة اثنين؟ طبعا لحد النقطة واحد ليه؟ علشان اقدر ان انا استخدم القوانين بتاعتي بتاعت التناسب يبقى انا كل اللي يهمني من سترس سترين كيرف الحتة دي حتة السترس بيتناسب مع المفعيل يبقى اهم نقطة اوصل لها هي البروبوشن الليمت او حد التناسب يبقى دي النقطة اللي انا مهتم بيها طيب لو انا بعمل ديزاين هل اعمل الديزاين بتاعي لحد النقطة واحد ولا نزل عندها شوية؟ بننزل عندها شوية يعني بنسميه الوركينج سترس هو اقل من البروبوشنال سترس يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي هشتغل بسيفتي فاكتر معامل امان السيفتي فاكتر هو عبارة عن البروبوشنال سترس مقسوم على الوركينج سترس اللي هو اجهاد التشغيل بمعنى لو انا دلوقتي قلت ان انا عندي هشتغل بسيفتي فاكتر اتنين يعني ايه سيفتي فاكتر اتنين؟ يعني لو اجهاد حد التناسب مثلا هيساوي عشرة كيلو نيوتن لكل متر تربية هقسمه على اتنين يديني خمسة يبقى هشتغل عند خمسة هصمم الديزاين بتاعي عند خمسة وليه بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده هو عشان انا عايز اضمن ان الديزاين بتاعي يبقى ما بيخرجش عن حد التناسب وكمان بسيفتي فاكتر اقل منه ناخد مثال لو انا بعمل اسانسور والناس بتركب في الاسانسور بتاعي فالاسانسور ده هو بيبقى عبارة عن كتلة لها وزن الاسم وانا بعلقها بكابل على بكرة كده واشيلها ده الاسانسور اللي هو المصعد اللي الناس بتركب فيه فتيجي تركب في المصعد كده هو انت في الاول وفي الاخر متعلق على كابل كابل الفوق ده هو ده اللي بيشيل الكتلة بتاعي خيب انا دلوقتي لو الكابل ده اخره يشيل التي بروبورشنل بعد كده هوت خبه مش عارف اعمل حساباتي هل انا عملي الديزاين على التي بروبورشنل ولا اقل اقل يبقى الوركينج سترس او الديزاين بتاعي هعمله اقل من التي بروبورشنل بنسبة السيفتي فاكتر طيب سيه حاجات بيبقى فيها ارواح ناس زي المصعد او الاسانسور او اللي فت اللي بنتكلم عليه فاختار سيفتي فاكتر كبير يعني اختاره اتنين تلاتة خمسة حسب الكود بتاع الاسانسورات غير لو حاجة ما فيهش ارواح ناس ببالسيفتي فاكتر مختلفة طيب يبقى احنا دلوقتي اخذنا اوفر فيو على ما يسمى بالسترس وعرفنا العلاقة بين وعرفنا ان احنا لازم نشتغل مش على نهاية التناسب وانما نشتغل على اقل من التناسب طيب كل القوانين اللي حتيجي هتتعامل مع السترس بيتناسب مع الانفعال يعني باشتغل في البروبورشن الليمت فاحد التناسب انما كل النقط اللي بعد كده كانت وطبعا الميل بتاع دهو هيبقى عبارة عن معامل يانج علشان معامل يانج هو السترس على طيب فيه حاجة اخيرة عايزين نقولها عايزين نجيب العلاقة بين ثابت هوك وبين معامل يانج عايز اجيب العلاقة بين الهوكس كونستنت وبين معامل يانج فكرك هوكس كونستنت كان بيربط الفورس بدلتا اكس اما معامل يانج فبيربط السترس بالسترين فعشان نجيب العلاقة بينهم هقول ان السترس بيساوي معامل يانج في السترين طيب شيل السترس وحط بدلها فورس على قريب تشيل السترين وحط بدلها دلتا اكس على اكس نوت يبقى الفورس بتساوي ايه؟ بتساوي ايه اللي هو معامل يانج ايه اللي هي المساحة مقسومة على اكس نوت في دلتا اكس ولكن من هوكس لو او قانون هوك الفورس سحاخدها كابتلود باليو تساوي كي دلتا اكس قارن المعادلتين دول ببعض يبقى كي هتساوي ايه ايه على اكس نوت يعني ثابت هوك ما هو الا صورة تانية او لعلاقة بمعامل يانج وطبعا مضروف المساحة على اكس وده كان باين من ان هي هوك كانت بداية الدراسة بتاعة الالاستيسي كانت دراسة مبسطة باستخدام الفورس انما لما عممنا واستخدمنا الستراث بتادينا نستخدم معامل يانج او يانجز مودلس الحاجة التانية لو رجعنا لل للستراث ترين كيرف طول ما انا في الالاستيك ريجو اول لما حشين الفورس اول لما ما يباش فيه ستراث حين عدم السترين يعني السترين هيبقى بصفر ارجع لنقطة الصفر تاني طيب ايه اللي بيرجع المادة لنقطة الصفر تاني لازم فيه انرجي ستور يعني فاكرين الاستيك اللي احنا كنا بنشده لما نقول نشيل الفورس يعني الفورس ديات تشالت طيب بيرجع لطوله الاصل اللي هو الاكسي نوت طول الاصلي بتاع واللي بيرجعه هو بيرجع يرجع نفسه بسبب الطاقة المختزنة في الرو يبقى اثناء ما انت كنت بتشده هو كان بيخزن انرجي هي دي الستورد انرجي بتاعتي الستورد انرجي بتاعتنا نقدر ان احنا نحسابها بتساوي نص نص في السترس في السترين في الفولم يبقى الانرجي ستورد ان دماتيريال اللي هي السترين انرجي او طاقة المرونة هتساوي نص سترس في السترين في الفولم نقدر نزبت هذي الستورد انرجي بان احنا نشوف كمية الشغل المبذول اثناء التمدد بتاع القضية يعني مش مهم قوي الاسبات دلوقتي المهم ان احنا نقدر نحساب الانرجي ستورد في المادة عن طريق ان انا اقول انها نص سترس في السترين في الحجم الحجم بتاع الرد اللي عندي ودي هي تبقى الانرجي ستورد بالجول طب لو حبينا نقولها انرجي دانستي دانستي يعني كثافة دي بقى كثافة الطاقة المرونة بمعنى تاني اني كأني عايزة اجابها بريونة فوليوم يعني لكل واحدة حجوم يعني بدل محسابها بالجول عايزها جول لكل متر تكعيد خرموز لها بالرامز يو كابيتل وحتبقى عبارة عن انا اقسم دي على الفوليوم يبقى عندك الانرجي ستورد تقسمها على الفوليوم هيتبقى نص تي في ابسول نص الاجهات في الانفعيل يبقى الانرجي دانستي ستورد دانستي يعني ايه؟ يعني بريونة فوليوم هتبقى نص سترس في ستريل لو رجعنا للرسمة الجزء طبعا البروبورشنل هتبقى المساحة تحت المنحن مش نص الاجهات في اللي انفعيل هي المساحة تحت المنحن هي دي مساحة المثلس اللي انت شايفو ده طبعا ممكن ان انا اقولها بطريقتين تانيين نص تي تربية على ايه او نص ايه ابسولون تربية طيب دلوقتي عايزين نشوف بالضلع التاني بيحصل في ايه؟ لو احنا بصينا على الرد بتاعنا اللي احنا مثبتينه من فوق وشدناه بفورس اف اللي هيحصل ان الرد حصل تغير في الطول مقداره دل تقالي طوله الاصلي كان L نوت والتغير اللي حصل دل تقالي ده اللي احنا اتكلمنا عليه وسميناه اللي انفعيل دل تقال على L نوت اللي انفعيل اللي في اتجاه أو along the axis of the force بنسميه longitudinal stream الانفعيل الطول اما بالتغير اللي بيحصل في الديامتر او في القطر بتعرض لو هو حيزيد في الطول يبقى المفروض ان هو كمان حيقل القطر حتى لو بنسبة ابسط اكيد هتبقى اقل يبقى التغير دل تا دي على دي نوت بنسميه الانفعيل المستعرض يبقى الترانسفيرس سترين او الانفعيل المستعرض هو التغير في الابعاد بس مش مع محور الفولس فبنسميه ترانسفيرس سترين ده بيبقى اقل من الـ والنسبة بينهم تبقى حسب المادة بنسميها نسبة بواصان يعني مثلاً لو نسبة بواصان الرابع معناها الانفعيل المستعرض ربع الانفعيل الطول طيب واحنا بنعرف نسبة بواصان او اللي هي الترانسفيرس على الـ سترينز بنحط اشارة سالبة ليه اشارة سالبة؟ مفروض ان نسبة بواصان للمادة موجبة يعني النسبة بواصان زياد لازم تطلع زي ما احنا اتفقنا ان كل معاملات المرونة زي ما هنشوف بعد كده معاملات اخرى معامل يونج كموجبة نسبة بواصان موجبة انما احنا لازم بنحط في القانون الاشارة دي علشان لو في الفورس دي كوتشات فالدلتا ال دي هتبقى زيادة في الطور يبقى دلتا ال على ال نوت هتديلك ايه؟ هتديلك الانفعيل الطولي موجبة لما بالنسبة للقطر فحيقل فيبقى التغير في القطر اصلاً هيطلع سالب لما تقسم دلتا دي على دي نوت اللي هو القطر الاصلي هتبقى سالب يبقى لو دي زادت دي تقل يبقى دايماً لما هتقسم على ال Longitudinal سترينت بيضلع اشارة سالبة فانت بتحط في القانون اشارة سالبة تانية عشان تضمن ان نسبة كواسان تبقى موجبة نسبة كواسان موجبة طيب دلوقتي لو احنا بقى ما عندناش رد لو احنا عندنا مكعب لو احنا عندنا مكعب وجينا اثرنا بالفورس بتاعتنا في اتجاه ال X هيكون شد من الناحية دي ايه اللي حيحصل في ال Y و ايه اللي حيحصل في ال Z بزاب هيحصل انكماش في ال Y و انكماش في ال Z حسب نسبة كواسان ده اللي بنسميه المالتي اكسيال لودنج وده خارج نطاق الدراسة بتاعتنا احنا نطاق الدراسة بتاعتنا هيبقى ال E-Lasticity in Length فقط نيجي لنقطة تانية عايزين نتكلم عليها اسمها Surmel Stream لما عرفنا الانفعال قلنا الانفعال هو مقدار التشوه اللي بيحصل في المادة قلنا الانفعال التولي هو Delta X على X نون وجدوا ان في تشوه بيحصل في المواد مش بسبب القوة الميكانيكية وانما بسبب تغير في temperature تغير في درجة الحرارة تعالوا نشوف لو احنا عندنا رد قضيب وجيت سخنته رفعت من درجة حرارة Delta سيتا Delta change in temperature تغير في درجة الحرارة ايه اللي بيحصل لو انت سخنته هيحصل له استطالة هيزيد في الطول بمقدار Delta X بس اخلي بالك الاستطالة اللي حصلت دي مش نتيجة الشد دي نتيجة درجة الحرارة فحسميها Delta X thermal thermal يعني بسبب فعل الحرارة او temperature او تغير الحراري اللي حصل مع التجربة وجدوا ان Delta X thermal بتتناسب مع X node اللي هو الطول الاصلي للراد وطبعا بتتناسب مع فرق درجات الحرارة كل ما انت سخنت اكتر كل ما ال Delta X بتاعتك تبه اكتر يبقى Delta X thermal هتساوي ثابت تناسب X node Delta X ثابت التناسب ده سمى Alpha Alpha دي اللي هي thermal expansion coefficient معامل التمدد الحراري للمد وده ثابت بيعتمد على نوع المدى المستخدمة يبقى Delta X thermal اللي هو الزيادة في الطول بسبب الحرارة هتساوي thermal expansion coefficient حسب نوع المدى المستخدمة X node الطول الاصلي للخضيب او الراد Delta Theta اللي هو فرق درجات الحرارة طبعا هنا مش قادر استخدم Delta T لان احنا استخدمنا الرامز T للسترس طيب التغير اللي حاصل في الطول ده ده نسبة او تشوه او تغير في الطول اقدر ان انا اقسم Delta X thermal على الطول الاصلي اجيب الانفعال اللي هو حراري بسبب الحرارة يبقى هتقسم Delta X thermal اللي هي Alpha X node Delta Theta يسمى على الطول الاصلي تديلك Alpha Delta Theta ده بنسميه thermal strain اللي هو الانفعال الحراري وطبعا ملوش units لان ده طول على طول بيساوي Alpha Delta Theta ليه سميناه Strain؟ لان تعريف السترين هو relative change في الdimensions تاعت المادة حصل تشوه حصل تغير في ابعاد المادة وبالتالي او في ابعاد القذيب وبالتالي حصل Strain بس السؤال دلوقتي هل السترين ده بسبب ان انا شديت القذيب؟ لأ ده بسبب ان انا سخنت فما اقدرش ان انا اقول ان هو mechanical strain ده بنسميه thermal strain thermal strain ده نتيجة التسخين وليس نتيجة mechanical force applied طيب احنا بندرسه هنا ليه بقى دلوقتي علشان thermal strain في حد ذاته لو انت سخنت القذيب وصيبه حر كده هو مفيش حاجة مديئة من الناحية دي حيتمدد لحد ما يقول يا بس انما لو انا جيت هنا خطيت حيطه ومنعته من تمدد ايه اللي هيحصل؟ هو ده اللي بنقول عليه thermal expansion of the rod between two rigid walls هحط القذيب between two rigid walls من اليمين ومن الشمال ومن الشمال وبطيته ريجد قول وحرفة من درجة حرارة يعني هعمل delta theta هزودها ايه اللي هيحصل؟ القذيب ده هيحاول يتمدد يمين وشماك هيحاول يعمل delta x thermal وهو المفروض لما هيسخل هي ايه؟ هيزيد في الدول بس انا بمنعه من هذا التمدد يبقى كما لو كنت برجع اضغطه تاني بفعل الحيطة يبقى انا ايه؟ كأني عملت عليه ضغط يمين وشمال يعني عملت عليه compression force يبقى وجود القذيب بين two rigid walls يمنعه من التمدد الحراري منعت القذيب من التمدد الحراري طب عايزين نثبت ان هذه الفورس هتبقى compressive force يعني الحيطة بتاثر على القذيب بcompressive force هثبتها ازاي؟ الاول انا مانع اي تغير في الطول فالdelta x total بتاعت القذيب ده هتساوي صفر يعني معناها ان انا منعت ان انا اغير الطول بتاعه يعني اي تغير في طوله هيساوي صفر طب التغير في الطول في الحالة ديات جاي من فين؟ جاي من جزء thermal وجزء mechanical يعني حضرتك لو القذيب ده عايز يتمدد ثلاثة ميلي بس بفعل الحرارة كإني ضغطته mechanical ثلاثة ميلي كإني انا قللته ثلاثة ميلي فيبقى ثلاثة ميلي نقص ثلاثة ميلي تدي صفر يبقى بنبتدي نقول ان دلتا اكس total بتساوي صفر اللي هي مجموع دلتا اكس ثورمل زائد دلتا اكس mechanical اللي هي دلوقتي في حالتنا هتبنكماش كإنه نكماش يعني كإنه زادت ثلاثة ميلي ورجع اللهم تاين طبعا ده مش بيحصل انا بمنعه من التمدل طيب دلتا اكس ثورمل زائد دلتا اكس mechanical بتساوي صفر اقسم على اكس نوب يبقى ابسولون ثورمل بلاس ابسولون mechanical بتساوي صفر الانفعال الحراري زائد الانفعال الميكانيكي بتساوي صفر الانفعال الحراري من السلايد اللي فاتت قدرنا نسبة ان هو ألفا دلتا ثيتا معامل التمدد الحراري في فرق درجات الحراري الانفعال الميكانيكي هو stress على معامل يونج كل ده لازم يساوي صفر يبقى stress على معامل يونج هيساوي سالب ألفا دلتا ثيتا اجيلل stress وحط بداله force على area واجيب الفورس في طرف لوحدها هتساوي negative alpha e a delta ثيتا الالفا دي معانيها ان الفورس طلعت a compressive force يعني two rigid walls بيزقوني من وشمال عشان يرجعوني تاني يمنعوني من التمدد فهنا قدرنا نسبة ان الفورس ببعتنا compressive force يبقى في حالة ان القضيب يحاول يعمل thermal expansion between two rigid walls هتنشأ قوة ميكانيكية compressive الحين بتزق القضيب عشان تمنعهم التمدد ده بالنسبة لحالة التمدد between two rigid walls يبقى thermal strain لا ينتج بسبب force وانما ينتج بسبب تغير في درجة الحرارة انما لو تحد between two rigid walls هو نفسه هيعمل force او mechanical force او الحيطة هتعمل عليه mechanical force فده جزء مهم قوي ان احنا نحطه في اعتبارنا واحنا بنعمل الديزاين بتاع العواميد بتاعة البيوت او اي ديزاين بين اي rods between two rigid walls الموضوع التاني اللي احنا عايزين ندريسه في ال elastic بنسميه او البالك ده ده بقى في حالة لواتنا عندنا من جميع الاتجاهات يعني انا مثلا عندي الجسم اللي قدامي ده غصرت عليه بسترسس في الاكس وفي الواي وفي الز فيبقى عندي وبالتالي في المعامل اللي بينهم او السابت اللي بينهم بنسميه البالك الستستي معامل المرونة الحجمية والرمز بتاعه وفي بعض الكتب بيستخدم البي كابتل يبقى رجعنا تاني لنفس الشكل اللي هو بيساوي معامل مرونة في السترين المرات دي ما بقاش سترين طولي بقى فوليوم سترين انفعال حجمي اللي هو دلتا بي على بي نور يبقى في حالة المرونة الحجمية اللي هي البالك الستستي بيبقى عندنا اصبح عندي السترس مش في اتجاه واحد بس بقى عندي في الثلاث اتجاهي وايكول متساوي في ايه في الثلاث اتجاهي اكتر مثال بنتعرض له للموضوع ده اللي هو فرق الضغط طبعا الضغط نوع من انواع السترس الضغط هو فورس على قير يبقى نوع من انواع السترس احنا بنتعرض للتغير في الضغط في امثلة كتير هنشوفها مع بعض واحنا بنحل المسائل في المحضرة اللي جاية بس اهم حاجة ان احنا نبوست دلوقتي لو احنا كده دي سطح الكرة الارضية واحنا هنشوف متعرضين للبي نوت اللي هو الضغط الجوي او الاتموسفير لو انا نزلت على عمق في قاع البحر او قاع المحيط البريشر بتاعي هيزيد ولا هيقل هيزيد هيساوي زائد وزن عمود الميا اللي هو رو جي اتش حسب انا نزلت عمق قد ايه ولو انا ركبت طيارة او طلعت فوق جبل البريشر بتاعي هيقل هيبال في النقطة دي هيساوي ايه هيساوي في نوت مينس وزن عمود الهوى اللي هو رو جي اتش هنا دي رو اير في الهوى وهنا رو بتاعة ايه الميا اللي انا نزلت تحته يبق طول ما انا شغال في ابليكيشنز تحت البحر في عندي دلتا بي زيادة في البرشر لما اطلع فوق بيبقى عندي برضو تغير في الضغط بس بنقصان يبقى من ضمن الامثلة بتاعة الفوليومتريك سترس لانه متساوي في جميع الاتجاهات عندي سترس متساوي في جميع الاتجاهات وعندنا امثلة كتيرة قوي هنشوفها في حل المسائل على الموضوع دا احنا كده درسنا ما يسمى بالفوليوم الاستيستي او المرونة الحجمية وتعرفنا على معامل جديد اسمه البلك الاستيستي مودلس او معامل المرونة الحجمية وزي ما قلنا المعامل دا لازم يبقى موجب لازم المعاملات بتاعة المرونة تبقى موجب اخر نوع من انواع الاستيستي اللي احنا عايزين ندرسه في هذا التشابتر ما يسمى بالشير الاستيستي الشير الاستيستي اللي هي مرونة القص ايه هي مرونة القص نتخيل الشكل اللي قدامنا دا اثر عليه بفورس بس المرات الفورس تنجنش للمساحة يعني شايف المساحة بتاعة الشكل اللي قدامك دا اللي فوق اثر عليها بالفورس دي بس هسبت من تحت يبقى انا هأثر عليه بفورس كده وسبت من تحت ايه اللي هيحصل نتخيل مثلا ان احنا عندنا رزمة من الورق الورق بتاع الطبوع رزمة كده خويت ورق 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 فوق بقى وجيت زقيت الورق لفوق هتلاقيه عمل الشكل ايه عمل كده الورق اللي لزق على المكتب مازالت في ايه في نفس مكانها والورق اللي فوق عمل كده وعمل الشكل ده فبنقول ان احنا عملنا تنجنش تعالي نشوف المساحة اللي فوق المساحة اللي فوق اتزحزحت بمقدار دلتا ايه المساحة السودة دي بعد التأثير بالفورس بقت المساحة الحامرة بس اللي تحت المساحة اللي زيها تحت بالزبط فضلت في مكان الشكل ده بنسميه تنجنش او بنسميه شير الستيس لما الفورس بتبقى ممسية للمساحة اهم حاجة بقى اللي بتفرق معي الدلتا اكس دي الزحزحة اللي حصل خلي بالك رزمة الورق الورقة اللي فوق اتزحزحت واللي تحت ما اتزحزحتش ما بينهما اتزحزحت بنفس الانجل بس ايه نسب مختلفة دلتا اكس مختلفة ففي الحالة دي بنعرف السترس بنسميه شير سترس طبعا حسب النوع بتاعنا بيبقى سعيدها فورس على تانجنش الاري المساحة الممسية لما كنا في اللونجيتيودين السترس كانت الرد عندي الفورس عمودية على الاري الحالة دي حالة اللونجيتيودين انما الحالة دي حالة شير يبقى بفرق بين حالة الشير عن حالة اللونجيتيودين ان الفورس تانجنش اللي لال طيب بعد كده عايز اعرف السترين السترين هو الانفعال او التشوه اللي حصل في المد التشوه ده هو الزحزحة اللي حصل تشايف الدلتا اكس على فكرة هو مزدش في الطول هو تزحزح يبقى دلتا اكس دي الزحزح على الاتش اللي هو ارتفاع الابجيكت سميناها الابسولون شير تعريف الانفعال هو مقياس التشوه فالعلماء اتفقوا ان الدلتا اكس اللي هي الزحزحة اللي حصلت يعني لو عندي النقطة ا اتغير مكانها الا داش مشيت مسافة دلتا اكس حقسمها على الاتش اللي هو ارتفاع الابجيكت ده هنسميه الانفعال قص اللي هو ابسولون شير انفعال قص دلتا اكس على اكس يبقى عرفنا الشير سترس عرفنا الشير ستري اللي باقي ده جامد لو بصيت على المثلث اللي قدامك ده لو بصينا على المثلث اللي قدامنا ده اهو احنا رسمينه هنا اهو الضلع ده دلتا اكس واللي ارتفاع ده اتش والزاوية دي جاما ممكن من المثلث ده توجد تان جاما تان جاما هيساوي دلتا اكس على اتش يبقى ممكن بدلا من ان انا اقول دلتا اكس على اتش اقول بدلها ايه تان جاما اللي هي الزاوية دي والزاوية اللي عمل وكمان لما الزاوية تبقى صغيرة وتعلمنا من الرياضيات ان تان جاما تقريبا بتساوي جاما لو انت استخدمتها ريديانس عند الزاوية ايه صغيرة طب واحنا منتعامل مع زاوية صغيرة ولا لأ احنا منتعامل مع زاوية صغيرة عشان ما تنساش ان احنا في الاول خالص اجليين ان احنا منتعامل مع small stresses اللي قليلة عشان نقدر نقول ان stress والstrain proportional لبعض يبقى في حالة الشير الى استيستي يعرف الشير ان هو عبارة عن القوة بس المرة دي مقسوم على المساحة الممسية ويعرف الشير ان هو delta x على h او تان جاما او تقريبا جاما بال radians وزي ما قلنا delta x هي distance traveled by point a to a dash هي المسافة اللي مشيتها a لحد ما راح ل a dash ده كان الشير الى استيستي طب ايه العلاقة اللي بتربط بين الشير stress وال shear strain كل ما احنا عند stresses قليلة نقدر نقول انهم متناسبين يبا بينهم سابت تناسب سابت التناسب اللي بينهم بنسميه rigidity modulus معاملة الصلابة rigidity modulus رجidity ياما برمز جي او في بعض المراجع بنرمز س ويسمى كمان الشير modulus يبا العلاقة اللي بتربط الشير stress والشير strain هو السابت جي او س طب الالاستيسيتي انرجي دانستي فاكرين لما كنا بنقول الانرجي دانستي ده كسافة طاقة المرونة بتساوي نص الاجهات في الانفعيل هنا برضو نفس القصة نص الاجهات في الانفعيل وممكن تاخد الشكلين التانين ومازالت برضو stress strain curve هو نفس curve اللي احنا عمل بس ممكن نعمل هنا shear stress ونعمل هنا shear strain ونرسم نفس curve احنا هنا شغالين فين في الجزء ده الجزء ده هو اللي بنشتغل فيه وبيبقى برضو الميل بتاعي هو area under the curve هتبقى energy نفس الكلام اللي قلناه في ال elasticity in length ممكن نقوله مع shear elasticity كده احنا اتعرفنا على الثلاث انواع اذا كانت in length او volume او shear بتاعة stress ويتبقى المحاضرة الجاية ان احنا نعمل examples على الكلام شكرا لكم